السلام عليكم ومرحبا بكم. إن شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في ديليس ديواليدة راح تشوفها معايا الوصفة تعالي البنيون. هاد الحلوة ديال التقليدية اللي لازم تكون حضرة في العيد. نحبوها بزاف يعني سورة داري صغر يحبوها تانيك. آآ راح نشارك معاكم الوصفة. إن شاء الله تعجبكم ونخليكم دوكات تشوفوها. لما قادر تعالي البنيون يعني حاجة خفيفة ما نسحقوش فيه بزاف عفايز. عندي هنا كيلة تعالي القوفرة مرحية. قوفرة يعني قو شوكولة رحيتو. عندي كيلة تعالي بيسكوية تانيك شوكولة مرحي تانيك. ونسحق نصف كيلة تعالي كاوكا ومحمص ومرحي. آآ ونسحق تانيك نصف كيلة تعالي حلوة حلوة الترك. هقدر يعني تكون آآ مفتة ومبعد لأنها حنحلوها مع البنيوون. وعندي زوج مارف كبار التعال شوكولة آتار تاني. ونسحق تانيك لالـ ماالتك اللي تكون تريب باش نطنبها البنيوون تاني. نسحق تانيك للغلاساش لعود شوكولة آه اولي ولا اول punto شوكولة الل cra dope. كم انا ستعمل توجور كاريدور حنديرstone هولي ما أنا لحشو زفة شوكولة اللوار سماء الحندير شوكولة والي ثمينه الانعتبر vendo businesses if you want quienocles فتخ Khed увелич. طريقة التحضير ما كاش أسهل منها نجيب ريسيبيو نحط فيه للكيلة تاع الكوفرات مرحي مع الكيلة تاع البيسكوين مرحي مع النص كيلة تاع كاوكا ومحمص او مرحي وهديك النص كيلة تاع حلوة التورك وانا نبدأ بسبباتيا نحل فاديك الحلوة التورك نحلها مع المكونات الاخرين كي شغلان ندير فلابات صابلي اقدر نصاب ليها حتى ونتحل كامل وتخلف باش ما تقعد شغدك مكورة مع الداخل الحبات تاع البنائيوين دوك أنا حنزيد الشوكولة قطارتين دوك زوج مغارف كبار ومبعد نبدأ نطم في العجينة بالمارغاني اللي تكون طرية هنا بدلت هنا شي في البنائيوين مش كما تعز ما اللي كنا نطمو يعني باش نقصو شي من الحلوة باسك ديجا المكونات لدرناهم القفرات والبيسكويت وحلوة التورك ديجا حلوين وشوكولة قطارتين حلوة ما نقدرش نزيد العسل بس كبنائيوين تعبك يدوبو المارغانين مع العسل اللي خلطوهم ويطمو بهم العجينة حيجي يعني وكن ندير هاقدا حيجي بزاف حلو هاقد يعني نطم ديركت بالمارغانين حاجي يعني الحلاوة يعني إيكيليبري سواسوا ما تجيش هادي كزايدة بسافة هاي اللي خلابات ستاع البنيون تعيرا هين طمت اددتلي المارغانين واحد تلت مغارف تلربع مغارف يعني واحد مئة وخمسين قرام هاقداك حتى ونشوفوا العجينات عكم شغول طريية يعني باش هاقداك يجي لداخل طري للبنيون مايجيش ناشف نبداد وكان نشكل في الحبات رح نوزنهم خمسة وعشرين قرام الحبات باش يجوا كامل يتشابهو نكورهم ونحطهم في سنيوة لي تكون مغطية بابي كويسون بس كمبادة رح انقلاسيوهم نعودوا نحطهم في ذكي سنيوة باش شوكولات عنا ما تلسقش نحكم دوك الشوكولات عنا نقسمها وندوبها رح ندي منها وحد مئة وخمسين قرام ومبعد نشوف اذا ما اذا ما كفاتنيش نزيد وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا شوكولة يعني نوار او لا شوكولة بلون انتوما والتزين ليكم حبيعنو فالدو كان احطيت شوكولة تعي في الكاسوناح عندي لها شوية تعزيت واحد واحد نص ميرفها كبيرة هكذاك ونديها الدوب فوق النار ولا فوق باماري هاديك الزيت حت عطينا يعني امبريانس تولي تلمع هاديك الشوكولة هنا يتزين هاي اللي كوش راح ندير هاد الحوبيبات هادو ما تعال شوكولة تانيك وراح ندير تانيك شوية كاوكا فيلم محمز راح نسحق تانيك شوية في دور هادك الوردة المجففة هادك تانيك تعال ديكوراسيون احنا نخلط شوية شوية هنا نحكم الحباد تعي نبدأ نقلاصيون بشوكولة اللي كنا دوبناها ومبعد نزينهم نجين ديكوراسي هادو كبادوك الحوبيبات تعال الشوكولة هادو ما يعني يتباعوا هادو ما يجو طريين بزاف يجو ماشي هادوك اللي ترتقوا في الفم هاي اللين يعني غير تتعدوها مع البنيون راح كشوكولة يدوبوا لكم في فمكم هي مليح خلو المعنت هادك شوكولاتين شفوية باش ما يطيحو لكمش كامل عن هاد الحبات الليولين شوكولة هادوك الحوبيبات اللي حتتهم الفوق مع الشوكولة كانت كانت ما زالت سخونة كدرتهم يقعدوا يحبطوا عليك وتنتو ما خلوها شوية برك تنشف قبل ما تنشف كامل وبعد ديرو هادوك الحوبيبات غير في الوسط من الفق راح نزيدوك ها نديكوري ها راح نزيد نقلاسي هادوك حباو حدو اخرى يعني الحبات هادوك الليقعدوا وندرت على الكوكولة فيلي ومبعد ندرت على الفايدور ودوك تشوفوك شندنزينهم دوك هاناي عندي حبيبات اللي راح نديكوري ها بلا فايدور راح ندير شوية تاع فايدور في الوسط والتزين يعني كل ما تتنوعوا في التزين كل ما راح جي الحلوة تعكم تاتيري وتعجب وتشاهي تانيك وانا عندي حبات اللي راح نديكوري ها بنص حبات عجوز من الفق وهادو ما الحبات اللي راح نديلهم الورد هاداك للناشف هاداك المجفف من الفق راح يجي تانيك شباب فوق البنائيون دوك هاد الحبات تاع البنائيون اللي قعدوا لي راح نديكوري ها بالقلاسات تاع الفير ايرو قعدت اللي ان حيتها شوية تاع شوكولة من ها دي كليدرتها وكان عندي شوية تعلوز حمص ومرحي خشين بالقشور تاعه زدتوا هنا مع الشوكولة تاعي وراح نقلاسي بيها الحبات هادو ما اللي قعدوا لي راح يجي تانيك شباب بقلاسات فير ايرو في البنائيون هاوليك البنائيون اللي كنا ادرنا كي ما راكم تشوفوا فيه يجي شاهي يجي يعني شباب بتزين ساهل ماشي حاجة كبيرة ماشي بريستيج يعني بنيون نقدر نقولوك متع زمان بارك هاكده بلمسها شوية هاكده معدن ان شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وان شاء الله يعني اديتوا هكده فكرة ام الحالويات لاني نحطهم الكم باش تديروهم للعيد ما تنسوش لانستاق قرامتها ايو القروف فيسبوك لاباش فيسبوك لهم تحت في صندوق الوصف تقدروا تابوني فيهم اذا احبيتوا دوك لاحقنا الله في انت على فيديو ونقول لكم صحة فطوركم وتبقاوا على اخر اشتركوا في القناة